بعث الرئيس الصيني شيجينبين يوم الأربعاء ببرقية مواساة إلى الرئيس الاندونيسي جوكويدودو إزاء الفيضانات التي وقعت في مقاطعة بابوى الاندونيسية حيث أشار شيجينبين في برقيته إلى معاناة مقاطعة بابوى الاندونيسية من الفيضانات التي أدت لخسر بشرية ومادية فادحة وعارب شيجينبين نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني وبالأصالة عن نفسه عن تعزيه الصادقة للرئيس جوكويدودو والضحايا الكارثة وعن مواساته الخالصة لأسر الضحايا والمفهودين إضافة إلى التعاطف مع الشعب الاندونيسي في معاناته كما عرى شيجينبين عثقته بأن الشعب الاندونيسي قادر على الانتصار على الكارثة ويعطة بناء الديار من جديد تحت قيادة الرئيس جوكويدودو والحكومة الاندونيسية اشتركوا في القناة